في الثالث عشر من مايو أيار لعام 1981 تعرض بابا الفاتيكان السابق يحن بولوس الثاني لمحاولة اغتيال رجل تركي يدعى محمد علي آغا أطلق عدة أعيرة نارية على البابا فأصابه بجراح خطيرة كادت تؤدي إلى وفاته بعد مرور عامين على محاولة اغتياله زار البابا آغا في السجن وغفر له والآن وبعد أكثر من ثلاثين عاما على هذا الحدث ظهر آغا وهو يضع الزهور على قبر البابا يحن بولوس وأبدى رغبته في لقاء البابا فرانسيس جئت إلى هنا اليوم لأنها ذكرى مقابلتي مع البابا أنا سعيد بمجيئي إلى هنا آغا كان عضوا في جماعة تركية يمينية متطرفة تعرف باسم الذئاب الرمادية وأصدرت إيطاليا عفوا عن آغا البالغ من العمر ستة وخمسين عاما عام الفين وسلمته إلى تركيا حيث سجن بتهمة قتل صحفي عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وجرائم أخرى وأفرج عنه عام الفين وعشرة وظلت محاولة اغتيال البابا يحن الذي توفي عام الفين وخمسة محاطة بتساؤلات حول وجود شخص أو جهة ربما تكون دبرتها موسيقى اشتركوا في القناة